بسم الله الرحمن الرحيم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل التمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراذا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستاجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كبروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمغنار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخب بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلبي يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوبا وضمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاه الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي اللعنى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغا حية أو متاع زبد مثله كذلك يغرب الله الحق والباطل فأما زبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يغرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لن يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوبه أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبأس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتنوا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عظم النار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كبروا لولاه انزل عليه آية من رعبه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتثنوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكثرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبان أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييسي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ونعيذان الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذالهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ونقد استوزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كبروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائب على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا أقول سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يؤمن الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يطرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ودرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميرا يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفرون استمرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم